السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم نجلاء الحميدي نهار ده هنعمل مع بعض الترانسفير الجميل اللي حضراتكم شايفينه بالأشكال الجميلة بتاعة راس السنة دي كل سنة وحضراتكم طيبين واللي هنعمل به الترتاية الجميلة دي هابن يوير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بالتفصيل أولا أنا جبت معايا ورقة الترانسفير واجبت معايا الشوكولاتة خام بتاعة مطبخ وحطيتها على حمام مائي بدون أي إضافات وحطيت حلت الماء على النهار وحطت الشوكولاتة بشرتها في الحلة البيركس دي وحطتها على الحل أو ممكن تسياحيها في حلة عادية مش شرط تمام بدون أي إضافات عليها سيحتها وجبتها زي محضراتكم شايفين استنت علىها تلات اربعة دقايق كده لحد ما قبلت شوية تلات اربعة دقايق مش أكتر وفرتها كده على ورق الترانسفير زي محضراتكم شايفين أي شكل طبعا بتحبي والحاجات ورق الترانسفير ده بيجي من عند بتاع محل خامات الحلواني اللي بيبيع الحاجات الترات وكده تمام أنا جبت الشوكولاتة وفرتتها بالضبط كده على الرسمة رسمة داير أي هي زي محضراتكم شايفين فرتتها كده بالكامل عليها وههزها بعد ما أملى الفراغات كلها هعملها بإيدي نفس الحركة دي بالضبط أهيه علشان الشوكولاتة تتساوى في الدائرة كلها وهاملى الفراغات الصغيرة بلو بالضبط نفس النظام كده وبعد ما أملىها ههزها وهدخلها ديب فريزر هدخلها في الفريزر لمدة ساعتين علشان تاخد صدمة معي بعد الساعتين بالضبط أهيب تفصل لوحدها زي محضراتكم شايفين بالأشكال الجميلة دي وحلوة جدا الأشكال الجميلة دي ممكن تعملي بها كوب كيك وتحط الأشكال الصغيرة دي عليها وده الشكل الكبير أهو بيلفت طبعا آآ بيجذب الأطفال وبياكلوا من الحاجة كتير ودي الطرطة اللي أنا عملتها بالترانسفير الصغير والكبير وهنعملها مع بعض بإذن الله وعملت الشكل ده بردك من الترانسفير آآ وممكن بتحطي على كوب كيك بتحطي على جونة الطرطة بتستخدميه في حاجات كتير جدا جدا جيبت ورق الترانسفير زي محضراتكم شايفين كده ونفس النظام الشيكولاتة بردك متسياحة على حمام مائي ومليت حطيت فيه كل فراغ زي محضراتكم شايفين اهو بفرده كده بالمعلقة حاجة بسيطة جدا وهاملأ كل الفراغات بنفس الشكل ده وههزها زي محضراتكم شايفين كده وهتدخل الفريزر لمدة ساعتين وبعد ساعتين هتخرج بعد ما خرجتها من الفريزر بعدها بساعتين لما اخدت معي لازم تاخد معي صدمة تدخليها على الفريزر على طوله ده شكلها لو فيه اي زيادات ممكن تعمليها تكسريها بالشكل ده او ممكن تسيبيها من الشرط وده شكل الترانسفير لاحتفالات راس السنة كل سنة وحضراتكم جميعا بخير وده الشكل النهائي ويا رب تكون الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسترائي مع تحياتي نجلال حمي ترجمة نانسي قنقر